في سياق آخر وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 538 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 384 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمو ضبط 162 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمو ضبط 176 طن أما في مجالي البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتمو ضبط 6 أطنان وفي مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 40 طن أسمنت أما في مجالي قضايا المخابز فتم ضبط 367 قضية من بينها 119 قضية خبز ناقص الوزن و127 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 9 قضايا بمضبطات بلغت 62 طن ترجمة نانسي قنقر